من ضمن أخبار النادي الأهلي عمار حمدي لعب الفريق وعاد خلاص من الأعارة من الاتحاد السكندري وعمل موسم أكثر من رائع خلال الموسم اللي فات أو بتحديد كانوا 6 شهور يعني ويدروا أنه هو يحرز أهداف ويصنع كمان أهداف ويلفت الأنظار بشكل كبير ولفت كمان أنظار الجهاز الفني منتخب مصر لأنه في أحد المعسكرات وأحد المباريات الرسمية في تصفيات الأمم الأفريقية شارك في بعض المباريات فبالتالي لعيب مميز أولا اللعب كان تعرض لإصابة عبارة عن كدمة قوية شوية في إيده بيتعافى منها وخلاص بشكل رسمي هيشارك في التدريبات الجماعية بداية من يوم الجمعة القادم هتقول لي يوم الجمعة من فريق مسافر اللي هيكون فيه في مران الساعة 9 الصبح بعدها صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى وبعد كده الفريق هيسافر إن شاء الله لأسبانيا وعمار حمدي هيكون متواجد مع بعثة النادي الأهلي هناك عشان يستعد لمسم الجديد وعشان يتم تحديد مصيره بشكل أكبر من خلال معسكر أسبانيا ومن خلال متابعة دقيقة جدا 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 من الجهاز الفني بكهودة مستر مارتين لسارتي في المقابل أحمد الشيخ أحمد الشيخ بيعاني من كدمة في رجله بالتالي ما بيشاركش في التدريبات خلال المبارح والنهاردة كدمة بتحديد في الكاحل قوية شوية بالنسبة لأحمد الشيخ ويمكن اللعيب اللي حظهم سيء كلما يبتدي أحمد الشيخ يرجع ويلعب ويشارك في التدريبات وتقلق تلاقي إصابة جتء أو شيء أعطاله عن المشاركة عن التقلق ودي أمور يعني للأسف بتعارض بعض اللعابين لكن نتمنى أن أحمد الشيخ يعود سريعا عنده برنامج تأهيلي وبرنامج علاجي مهم جدا في النادي الأهلي وحيكون متواجد مع بعثة النادي الأهلي أيضا في أسبانيا عشان يحضر للموسم الجديد بالمناسبة بالمناسبة من ضمن الكواليس المهمة أول اللي أنا حابة بقولها لحضراتكم أن فيه تمثق كبير جدا جدا بأحمد الشيخ لعب النادي الأهلي وفكرة أنه هو يرحل على النادي الأهلي غير مطروحة حتى هذه اللحظة عشان يكون أيضا ضخيق مع حضراتكم حتى هذه اللحظة أحمد الشيخ من اللعابين المكملين مع النادي الأهلي الموسم الجديد ومش حايمش لحد اللحظة اللي أنا أتكلم حضراتكم فيها اهتمام كبير جدا باللعب قناعة كبيرة جدا من الجهاز الفني بالكامل بقدرات أحمد الشيخ وهو بالمناسبة العيب مميز قوي 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 قدراته عالية جدا 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 لكن بيصدفه سوق حظ وكمان التركيز قليل شوية عند أحمد الشيخ لو ركز أكتر من كده في شغله في الكورة هيبقى عالمي جدا فبالتالي فيه تمثق يعني بأحمد الشيخ حتى هذه اللحظة بيكون متواجد في النادي الأهلي خلال الموسم الجديد بالنسبة لحسين السيد العائد من أعارف السعودية وشارك في التدريبات من يومين بالتحديد بالظبط كان أول مرانة ليه وبيشارك بشكل جيد بالمناسبة وفيه برنامج موضوع لحسين السيد بالتحديد عشان يسترجع قدرته البدنية بشكل كبير ليه؟ لأن حسين السيد بقاله فترة كبيرة مريح أكتر من لعابة النادي الأهلي لأن الدوري السعودي خلص قبل التوقف بتاع الدوري المصري لأن الدوري المصري لسه ما خلص طبع فكده كده حسين السيد عنده برنامج خاص تأهيلي مهمة جدا من الجانب البدني والبرنامج موضوع له من قبل أليخندر ومقطة الأحمال من الجهاز الفني للنادي الأهلي وعلى فكرة برضه مستر لسارتي معجب بقدرات حسين السيد وهو لعاب أيضا مميز جدا جدا ومن اللعابة أبناء النادي الأهلي وعنده روح النادي الأهلي فبالتالي هنشوف الأمور هتمشي إزاي كله حيتأجل أو كله حيتم تحديده بشكل كبير جدا ومعسكر الفريق في أسبانيا هنشوف الجهاز الفني هستقر مين اللعابين اللي حيكونوا متواجدين ومين اللعابين اللي حيتم أعارتهم ومين اللعابين اللي حيتم تسويقهم وباحهم ده طبيعي دي سنة الحياة في أي نادي في الدنيا يعني يواري تبقى عايز تتعاقد مع لعبين والنادي الأهلي في طريقه والإنهاء بتتعاقد مع أكثر من لعب في نفس الوقت بتبقى عايز تطلع لعبين أعارة عايز تسويق لعبين ده طبيعي جدا في أي نادي في الدنيا فحنشوف المرحلة الجاية همه همه جدا غاية في الأهمية كل لعابي النادي الأهلي اللي عايزين يثبتوا قدرتهم بالتواجد في القلعة الحمراء وبي تي شيرت النادي الأهلي هيكون عندهم فرصة كبيرة جدا خلال معسكر أسبانيا عشان يكنعوا مستر اللاسارتي وجهازوا المعاون بإمكانياتهم وقدراتهم هو في الحقيقة في الحقيقة احنا عندنا كم هائل من لعابي النادي الأهلي المميزين جدا لعابي الفريق مميزين للغاية وعندهم قدرات رائعة جدا لكن دايما النادي الأهلي بيحاول أن هو يطور من لعابيه وفي نفس الوقت بيحاول أن هو يدعم صفوفه بالأفضل دائما لأن هو ده النادي الأهلي اللي دايما بيفكر في أي طولة بيشارك فيها أنه هو يفوز بيها بس لكن أي خسارة أو مركز تاني أو كام ده ما بينفعش مع النادي الأهلي فبالتالي إن شاء الله نتمنى لحسين نساية كل التوفيق في المقابل مؤمن ذكرية لسه يعاني من الإصابة بالتواقف الرجبة لسه قداما شوية مؤمن ذكرية هنشوف الأمور بالنسبة له هتمشي إزاي أعتقد سوخدون زبوع بكتير مؤمن ذكرية هنشارك في تدريبات النادي الأهلي بعد التعافي من هذه الإصابة وأكيد حيكون متواجد في المعسكر أيضا اشتركوا في القناة